من المقرر عودتها خلال الأسبوع الجاري لكن الحكومة التي طالما انقطع بها سبيل العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن من منتصفه ولأكثر مرة قد تتريث الآن بعض الوقت حتى تتسنى الطريق أمامها سالكة ومأمونة الجوانب فبالرغم من جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في رأب الصدع والدفع باتفاق الرياضي إلى أرض التنفيذ إلا أن عدم حسم الملف الأمني والعسكري بدرجة نهائية يضع كل من الحكومة الجديدة واتفاق الرياض على حبل التعثر المحتمل فما زالت على ذات الطريق العاثرة منذ عام معوقات كثيرة تحول دون العبور الآمن لأطراف الصراع إلى ضفة السلام ودون العودة الانسيابية للحكومة وتمكنها من ممارسة مهامها وبسط سلطة الدولة على محافظات سيطرتها ومن هذه العوائق بقاء التشكيلات المسلحة البازغة من خارج تربة الدولة بكامل عتادها من الأسلحة الثقيلة وكل نفوذها العسكري والأمني داخل عدن وفي مدن محافظات النطاق الجغرافي لاتفاق الرياض إضافة إلى أن خطة إعادة انتشار الأمني وخاصة في المعقل الرسمي للدولة ومركزها الإداري عدن لم تحسن بكامل بنودها وترتيباتها المتفق عليها وذلك ما يمثل تعطيلا متربصا لمؤسسات الدولة ومهام الحكومة فيما لو طاب لها المقام في وطنها ويعزز هذا التربص بروز خطوات استباقية وأوحادية من الطرف المهيمن أمنيا وعسكريا على الأرض والقرار بما يهدد مسار الاتفاق ومصير مكتسباته المنجزة على الأرض بمشقة وجهد وطول زمن وكان المجلس الانتقالي الشريك في حكومة المصالحة الوطنية الجديدة استبق تنفيذ الملف الأمني الذي تنعقد عليه مسألة عودة الحكومة من عدمها بتعيينات وخطوات مريبة قد لا تبدر منها مؤشرات حسن النوايا مراقبون محليون رأوا أن أي التفاف على الملف الأمني إنما يهدد إلى إعادة انتشار التشكيلات غير القانونية وتمكين قبضتها على الوضع المستجد على غرار الوحدات الأمنية الحوثية في الحديدة التي تشكلت وفق اتفاق استوكولم الاتفاق الذي آت أكله كثيرا من الدم وقليلا من السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة